أهلا بكم في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة النهار نستهلها بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا أجواء مستقرة وصافية عموما على المناطق الشمالية حتى بالمناطق الجنوبية نصل إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم السبت بداية بصباحة نرتقي بأجواء مستقرة صافية ومشمسة عموما على كل المناطق الساحلية والمناطق الداخلية وصولا لشمال الصحراء والواحات حتى شمال الساورة الجنوب الغربي وباقي المناطق الجنوبية مع زوابع رملية تنشط أقصى الصحراء وحركة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة نسبيا درجات الحرارة الدنيا لصبيحة السبت ستصل إلى 12 درجة بوهران وعنبا 15 درجة بالجزائر العاصمة 4 درجة بباتنة حتى البيض سنسجل 7 درجة بالأغواط ومنطقة بشار 11 درجة بتندوف 13 درجة بأدرار وعين سالح 10 درجة بـ 8 درجة بإليزي 9 درجة بوردلة حتى الوادي و10 درجة بغردية في ظاهرة السبت نتوقع جواء صافية مشمسة على كل المناطق الشمالية للوطن حتى المناطق الجنوبية مع زوابع رملية تنشط الجنوب الغربي وأقصى الصحراء وحركة رياح تكون ضعيفة عموما درجة الحرارة القصوى لظاهرة السبت ستصل إلى 24 درجة على كل المناطق الساحلية للوطن 18 درجة بباتنة والبيض 21 درجة بالأغواط حتى بشار 26 درجة بتندوف سنسجل بمنطقة أدرار 28 درجة 30 درجة بمنطقة عين سالح كأعلى مقياس 24 درجة بتامن راست 28 درجة بإليزي 25 درجة بوردلة والوادي و24 درجة بغردية نمر الآن إلى الوضعية الجوية المتوقعة لليلة السبت للأحد نرتقب صفاء عم كل المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية مع حركة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة نسبيا درجة الحرارة الليلية ستصل إلى 10 درجة بوهران 13 درجة بالجزائر العاصمة 12 درجة بعنبا 4 درجة بالبيض 8 درجة ببشار 6 درجة بالأغواط 3 درجة بباتنة 9 درجة بالوادي وورقلاء حتى غردية سنسجل 10 درجة بعين سالح 12 درجة بإليزي وتندوف 13 درجة بأدرار 8 درجة بـ 8 رأس نصد بكم إلى حالة البحر اليوم السبت سيكون هذه إلى قليل الإضطراب على طول الشريط الساحلي من بنصف وهران مستغنبت نستيباز العاصمة بوماردس بجايا جيجلسكي قدع النباء والقالة بسبب رياح غربية إلى جنوبية غربية ستتروح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلاكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام هذه توقعتنا لأحوال التقصي يوم السبت والله أعلم شكرا على طبي المتابع والإصغاء في أمان الله